هذا هو منهج السلف الذي لا نجاة لنا إلا بالسير عليه والصبر عليه المحافظة عليها في الجماعة رواها الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن جعفر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى إلى منزل سعيد بن يربوع يعوده في فقده لبصره فقد بصره فأتاه عمر في منزله يعوده فقال له عمر لا تترك الجمعة ولا تترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل إني ليس لي قائد قال عمر نحن نبعث لك بقائد فأرسل له بغلام من السبي انظر هذا الاهتمام وكان السن سعيد في ذلك الوقت قارب المئة ثم عمر يقول له وهو في ذلك السن وقد فقد بصره يقول له لا تترك الجمعة لا تترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رجل كبير السن قارب المئة وفقد بصره ويقول له عمر رضي الله عنه لا تترك الجمعة ولا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه قال ذلك لرجل فقد بصره وسنه قارب المئة فماذا يقال أيها المؤمنون لمعاشر الشباب الأصحاء الأقوياء المبصرين ماذا يقال لهم في الصلاة والمحافظة عليها وقد عظم التفريط واشتدت الإضاعة وإلى الله وحده المشتكى عباد الله لنتقي الله عز وجل والنحاسب أنفسنا في هذه الصلاة والنأخذ الأمر ما أخذ الجد والعزيمة والاستعانة بالله تبارك وتعالى وترك التأخير والتسويف فكم من شاب أخر وسوف ومات في تسويفه ولقي الله تاركا لصلاته مضيعا لهذه الفريضة إن الواجب علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحاسب أنفسنا والكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر